موسيقى يعاني بعض من مرضى السرطان الفلسطينيين العالقين عند معبر رفح بين غزة ومصر بسبب عدم استماح لهم بالخروج للحصول على العلاج في الخارج على الرغم من شمول قوائم المصرح لهم بالخروج على أسمائهم وفي الوقت نفسي يسمح لمن يتعاملون مع شركة بعينها وسداد ألاف الدولارات بالمرور عبر المعبر إلى الجانب المصري هذا تقرير خاص لبي بي سي أجرته هيا البدارنا هنا في معبر رفح الحدودي نرافق سهام وهي مريضة الكيميا بينما تحاول الخروج من القطاع للمرة الثالثة منذ بدء الحرب وعلى الرغم من وجود اسمها في قوائم الإجلاء إلا أنها تمنع من العبور سهام اسمها مدرش في قوائم الكشف التركي للمغادرة بتاريخ 19 نوفمبر 22 الماضي ولكنها منعت من المغادرة بحجة عدم وجود المندوب التركي بذلك اليوم ومع ذلك تبين لنا أن هذا لم يكن السبب الحقيقي فقد تحدثنا مع أشخاص كانت أسماؤه مدرشة في ذات القائمة للخروج مونة الشرافي كان اسمها بذات القائمة واليوم المقرر لسفر سهام أكدت لنا أن المبعوث التركي كان موجوداً لاستقبالهم وقد تمكنت أيضاً من إحضار ابنتيها معها كمرافقتين بعد ما دخلت المعبر وصلت الجانب المصري شفت القنصرية التركية بتستنى وبالنفع أنا عرفت أني أنا طلعت على تعالج في تركيا تحدثنا إلى مريضين آخرين تم رفض خروجهما من المعبر بالرغم من إدراج أسمائهم في قوائم الخروج للعلاج في الخارج قال مسؤولون في تركيا أن تنصيق الخروج من المعبر يتم بين الجانب الفلسطيني والمصري ولا علاقة لهم بذلك مؤكدين قدرتهم على استقبال عدد لا محدود من المرضى لكن مدير مستشفى السرطان الوحيد في غزة قال لنا إن 600 مريض فقط من بين 10 ألاف مريض تمكنوا من الخروج لتلقي العلاج بالخارج منذ بدء الحرب مدير التحويلات الطبية بوزارة الصحة في رامالله دكتور مهدي راشد أخبرنا أنه من غير المعلوم من الجهة المسؤولة عن هذه التأخيرات التنصيق بيكون الدول الخارجية مع مصر لأن المعبر في مصر والجانب الإسرائيلي والقوائم بيزودهم فيها وزارة الصحة في غزة ليس هنا تتحقق إسرائيل ممن يسمح لهم بالعبور ومغادرة القطاع سألنا وزارة الدفاع الإسرائيلية لماذا لم يسمح لمرضى السرطان بالخروج وهذا ما أخبرون به معبر رفح تحت الإدارة المصرية وبالتالي لا يوجد أي قيود من الجانب الإسرائيلي على عدد المرضى الذين يمكنهم عبور معبر رفح للحصول على العلاج الطبي خارج قطاع غزة رفض المتحدث بإسم هيئة المعبر في رفح التعليق على حالة سهام ولكن يبدو أن للمعبر مفاتيح أخرى للخروج تمتلكها شركة هلا وهي وكالة سفر تابعة لشركة يملكها رجل أعمال مصري كانت تنسق الخروج من القطاع قبل الحرب مقابل ثلاثمائة دولار لكن بعد بدء الحرب ارتفعت أسعارها حتى وصلت لخمسة آلاف دولار لكل شخص بالر وهذا يزيد عن متوسط الدخل السنوي في غزة بأكثر من أربعة أضعاف أخبارنا هذا الرجل والذي أخفينا هويته أنه دفع مبلغ إضافي قدره ثلاثمائة دولار لموظف شركة هلا لوضع أسماء عائلته في قوائم الخروج ما كانوا دخلوا ناس حتى لما بدك تدخل شخص يدخل كنت لازم تعطي الأمن عشان يدخلك عشان تدفع الخمسة آلاف دولار كانت هي أصول خمسة آلاف دولار على الشخص البالغ على الطفل ألفين ونص هذا الجواز الفلسطيني تحدثنا مع عشرة أشخاص أخبرون أنهم اضطروا إلى دفع مبالغ إضافية وصلت إلى أربعة آلاف دولار لموظفي شركة هلا وذلك إضافة لمبلغ خمسة آلاف دولار المطلوب للتسجيل وهناك أيضا وسطاء يطلبون مبالغ أكبر مستغلين حاجة الأشخاص الذين لديهم عائلات تحت الحصار في غزة وسيط له علاقات بموظفي هلا أخبر امرأة بأنه يمكنها دفع مبلغ إضافي قضه 2500 دولار لإدراج أسماء عائلتها على قائمة الخروج ولكن يبدو أن من لديه علاقات بأشخاص ضوي نفوذ يمكنه الخروج من المعبر من دون دفع أي مبلغ عثرنا في قوائم الخروج من معبر رفح على أسماء لأشخاص يحملون الجنسية الفلسطينية فقط تمكنوا من الخروج على أنهم مواطنون مصريون أخبرونا أنهم تمكنوا من العبور بعد مساعدة شخص ذي نفوذ سياسي هذه الأم والذي يحتاج ابنها إلى رعاية طبية عاجلة أخبرتنا أنهم تمكنوا من الخروج بمساعدة شخص ذي نفوذ سياسي قام بوضع أسمائهم على قائمة خاصة لكبار الشخصيات والتي لا يتم نشرها علنا في المعابر قمنا بإخفاء هويتها لحمايتهم لم ترد شركة هلا أو وزارة الخارجية المصرية على أسئلتنا حول عمل الشركة في غزة الوقت ينفد بالنسبة لسهام التي ينهش المرض الخبيث جسدها في محاولة لإنقاذ حياة والدته قال لنا ابنها إن الحل الوحيد هو دفع مبلغ مالي للخروج لو معنا مصاري ما بنبخل عليها بإشيء لكن طلعناها ع حسابنا إحنا لما نجينا لسه على هيك موضوع قالوا إن أبقاد شيء يطالبوا ويطالبوا من طريق شركة هلا 5 ألف دولار ما في إيه بيدنا من طلع بـ 5 ألف دولار بينما من لديه علاقات دون نفوذ يتمكن من الخروج لا تزال السهام وغيرها من المرضى عالقين داخل القطاع دون علاج معنا من القاهرة اللواء أكرم عبد العزيز الخبير الاستراتيجي والباحث في الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية والمشرف سابقا على معبر رفح من الجانب المصري مرحبا بك لواء أكرم كما تبعت في هذا التقرير هناك شهادات من قبل غزيين وسائل الإعلام أخرى تحدثت عن الموضوع النفسي أتحدث عن صحيفة الجارديان البريطانية عن سكاين نيوز وهذا هو تقرير بي بي سي اتهامات كثيرة لمصر كيف ترد مصر؟ والله على حد معلوماتي الجانب المصري لا يتأخر عن دخول أي من الأشخاص الجرحة أو المصابين وفي نفس الوقت ما يتأخرش عن إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية لكن إذا كان فيه بعض الوسطاء بتبقى ممكن تكون حاجات سلبية ويمكن معالجات لكن كاتجاه سائد أعتقد ما فيه موجود أن فيه حد يدفع دولارات ممكن يكون فيه بعض شركات ناقلة وشركات سياحية هي التي تتحصل على مبالغ أعتقد 300 دولار أو 500 دولار نظير نقل الراكب من معبر رفح إلى القاهرة أو إلى المحفظات هذا هو الرسم الرسمي السابق قبل حرب غزة لواء أكرم لكن ما بعد الحرب ارتفعت هذه الأرقام بشكل تدريجي وصلت إلى 10 ألاف دولار للشخص الواحد البالغ الآن 5 ألاف دولار و2005 للبالغ و2500 للأطفال تتحدث عن شركة هي شركة هلا كما يقال في تقاريرنا تلك الشركة المعروفة بارتباط الوثيق بأجهزة الأمن المصرية والله أنا حد معلوماتي يعني اللي أنا ذكرتها لحدثتك أنا معرفش شركة هلا لكن أعرف أن مسماها أنها شركة للنقل السياحي لكن كشركة تقوم بالتنصيق بخروج الفلسطينيين والجرحة والمصابين من قطاع غزة إلى البلاد لا أعتقد ذلك أنها تتحصل على المصر لواء أكرم أثناء فترة عملك أنت كمشرف على معبر رفع من الجانب المصري هل كانت هناك شركات خاصة تنظم عمليات النقل أم تتم عن طريق الحكومة المصرية بشكل رسمي يعني لا وسطاء ولا رسوم أصل صحيح كان في عربيات المرسيدس سبع راكب كان عندنا أسطولة عربيات تتكون من حوالي فلتوبيت سيارة كان هم القائمين على نقل الركاب من المعبر إلى القاهرة والمحافظات الأخرى كما أضيف لسيادتك أن شركة أوتوبيت شاركة دلتا هي كانت تقوم بنفس الدور برضو واختبال حدوك لكن أنا إذا كانت بعض الجهات بتنال مصر من بعض الشائعات بوجود وسطاء طبعاً دي سلبية وأكيد الجانب المصري سيهتم بهذا الموضوع تماماً وتحدث سامح شكري عن ذلك سابقاً قال هو رد على هذا التساؤل بالطبع لا سنتخذ الإجراءات اللازمة التي نراها ضرورية لمنع تلك الممارسات وإيقافها بشكل كامل لكن للأسف ذلك لم يحدث لا تزال تتواصل عمليات التحصيل المالي عبر هؤلاء الوسطة عند المعبر من هو إبراهيم العرجاني لواء أكرم أنا لا أعلم هذا الشخص لكن حضرتك شركة هلا هي أعتقد مملوكة لإسم هذا الشخص لكن أنا لا أعرف هذا الشخص شخصياً لكن حضرتك مصر لا تتأوانا في مساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهي مساندة في إغخال المساعدات والإغاثات إلى القطاع لكن بيحصل بعض حضرتك بيحصل بعض التلكق وبعض الإجراءات الغير طبيعية من الجانب الإسرائيلي تتخلي المساعدات إلى قطاع غزة ننتحدث عن مساعدات نتحدث عن خروج مرضى مرضى سرطان في أمس الحاجة للعلاج هم يريدون الخروج يقال لهم لن تخرجوا إلا بدفع هذه المبالغ هي مبالغ كبيرة ليس هؤلاء كل من يغادر يريد الحياة والخروج من قطاع غزة يطلب منه دفع مبالغ مهولة لواء أكرم وهذه شهادات نعتمد عليها وتحقيقات تمت في هذا الشأن والله أنا أتمنى أن صوت ساعدتك وصوت هؤلاء الأشخاص يصل إلى السادة المسؤولين وأنا من ناحية من خلال معارفة بالشخصات الهمة وقنواتي برضو سنصير هذا الموضوع لأنه موضوع يهم سمعة مصر لكن أؤكد مرة أخرى أن مصر تقوم بجانب إنساني وأنا أعلم وأعلم شخصيات دخلت أمس دخل حوالي سبعين شخص من الجرحة والمصابين ولم يسددوا سوى رسوم النقل فقط لكن ما ذكره السادة المشاهدون مع حضرتك سيكون بحل الاعتبار من الجهات الرسمية وأنا بدوري هواستله برضو للجهات الرسمية إن شاء الله أقدر لك ذلك من القاهرة اللواء أكرم عبد العزيز الخبير الاستراتيجي والبحث في الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية والمشرف سابقا على معبر رفح من الجانب المصري شكرا جزيلا لك شكرا